اهلا بكم الى مجازي اخبار الان خارقت قوات النظام السوري في دمشق مجددا اتفاق وقف اطلاق النار لليوم الثاني على التوالي وقصفت حي جوبر وبلدة عين ترمى بصواريخ الفيل المدمرة في حين قصفت بالقذائف المدفعية الاحياء السكنية في حزة وسقبة وقفر بطنة وزملكة بالغوطة الشرقية ما خلف عددا من الجرحى بعضهم في حالة خطيرة بدوره قال فيلق الرحمن انهم ملتزمون بالهدنة اذا التزم النظام بها وسيردون على اي خرق واكد ان الاتفاق يشمل حي جوبر الدمشقي والغوطة الشرقية كاملة في مدينة عين ترمى وحي جوبر الدمشقي تم التوصل من قبل الجيش السوري الحر طرفا ودولة روسيا الاتحادية من طرف اخر كضامن لقوات الاسد لوقف اطلاق نار واتفاق على خفض التصعيد يشمل طبعا خفض التصعيد حي جوبر الدمشقي والغوطة الشرقية كاملة ونحن ملتزمون مدام الطرف الاخر ملتزم وان عادوا عندنا اعلن الجيش العراقي اليوم استعادة السيطرة على اول منطقة في محيط قضاء تلعفر شمال العراق ضمن عملياته ضد تنظيم داعش التي انطلقت فجر اليوم وتمكنت القوات العراقية المشتركة من استعادة السيطرة على منطقة العبر الصغيرة على مشارف المدينة وتقدمت غربة اللعفر باتجاه مناطق السعد والزهراء والوحدة اعلن اقليم كتالونيا الاسبانية العثور على مائة وعشرين استوانة غاز كانت معدة لهجمات ارهابية يأتي هذا التطور بعد ساعات من اعلان شرطة الاقليم عن امكانية ضلوع 12 متهما محتملا في الهجوم صوت البرلمان الايراني الاحد على الابقاء على وزيري النفط والخارجية فيه منصبيهما وهما عضوان رئيسان في مجلس وزراء الرئيس حسن روحاني نسب الفضل لوزير النفط في تعزيز انتاج البلاد من الخام منذ رفع الكثير من العقوبات الدولية على ايران وعن ايران العام الماضي دعا الوزير المكلف بملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دعا اوروبا الى التخفيف من حدة موقفها بضرورة احراز تقدم فيما يتعلق بعملية الانسحاب قبل بحث العلاقات المستقبلية هذا وتضغط لندن من اجل اجراء محادثات تتركز على فترة ما بعد الانسحاب من اجل طمأنة الشركات حول الاوضاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في اذار مارس من عام الفين وتسعة عشر لقي قرابة ستمائة شخص مصرعهم وتأثر ملالين اخرون بالفيضانات في جنوب اسيا في حين تتواصل عمليات الاغاثة وطلبت سلطات الهند مساعدة الجيش في اقليمين من ولاية يوتهر براديش بعد امطار غزيرة عزلت مئات القرى الى اللقاء